اللهم صلى الله عليه وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى أهل وأصحابه أجمعين إزايكم حبايب قلب أغبركم عاملين إيه رب كلكم تكونوا بخير والمهاردة بإذن الله جايلكم فيديو جديد كده هنشوفه مع بعض وإزاي البطة ترقود وإن شاء الله كده أكون كده جمعت لكم كل حاجة عن البطة ورقته وإزاي كمان إن أنت ترقدي وتطلع إنتاج بدون أي مشاكل وكمان كات من البط بيحصل عبارة عن إيه وبيحصل إيه هنشوف كل حاجة النهاردة معنا في الفيديو يا ربي يا ربي يعجبكم بس ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد وبالله عليكم ادعوا لابن مازن علشان يعني أنا هحكي لكم موقف حصل النهاردة في المدرسة بس بالله عليكم كده يعني احكموا بالعدل تمام وقولوا اللي أنا اتصرفت فيه ده كان صح والله غلط بالنسبة لمازن ابني أنا هحكي لكم كده بداية الموضوع بالسريع كده بس طبعا عاوز أقول لكم يعني أنه النهاردة كان فيه مدرس في المدرسة دخل على مازن ابني هما كانوا بيلعبوا في الفصحة فوقف بيهزر هو مازن وكده بيهزروا اتلاقه فيه مدرس نازل فيه ضرب 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 وكمان طبعا عاوز أقول لكم وش الولد يعني كله من أول عينيه لحد رقابته من تحت كلها محمرة وكلها صوابع المدرس معلمة عليه أخدته طبعا على طول وطلعت بيه على مدرية التربية والتعليم وبالتالي طبعا عملت فيهم طبعا عملت فيهم محضر هناك فطبعا عاوز أقول لكم يعني الشاكوى اللي أنا عملتها دي لسه بقى طبعا هيت يعني لسه هيتحقق مع المديرة بتاعت المدرسة الابني ابني راح طلع يجري يستنجد بيها اتلاقى المدرس دخل وراه ومسكه برضو نزل عليه ضرب 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 بدون أي وجه حقه بدون أي سبب طبعا ممكن حد فيكم يقولي يا مشاهد ممكن يكون ابنك مثلا غلط أو حاجة أنا عاوز أقول لكم ابني مازن ده يعني أطيب خلق الله يعني بصوا والله العظيم يعني مش شكرانية فيه ولا حاجة بس هو الولد أصلا من نوع اللي هو ضعيف جدا جدا مش ضعيف في المدرسة لا هو ضعيف بدنيا يعني هو مفيع جدا قليل جدا في الوزن ما بيطلع له الصوت ما هوش قليل الأدب ما تربناش احنا أصلا على الكلام ده خالص فعاوز أقول لكم يعني طلعت طبعا عملتي فيهم محضر هناك في المدرية بتاع التربية والتعليم هما طبعا هما كانوا أو المدرس يعني على أقل كان فاكر أن أنا مش عارف أخذ حق ابني لنا ولا بابا بس هو صدم صدمة طبعا لما عرف أنه طبعا كان جده والد بابا طبعا كان مدير إدارة التربية والتعليم وكان كمان وكيل وزارة التربية والتعليم هنا في ضميات فطبعا عاوز أقول لكم يعني الحمد لله أنها عدت على خير بس طبعا هو لسه هيتحقق معهم تمام طبعا تاني حاجة طلعنا عملناها رحنا اسم الشرطة طبعا وعملنا فيهم محضر تمام وطبعا المحضر ده عاوز أقول لكم يعني هما هناك قاموا بكل حاجة بصراحة قاموا بالواجب وزيادة معنا والله العظيم جد وأغلبية اللي شاف وش ابني وشاف رقبته وقال لي احنا ما نرداش بكده حتى لو هو غلط في حاجة اسمها إثبات حضور الولي أمر الطالب يعني مفروض أمر الطالب يدلو كده إثبات إن هو ولي الأمر الطالب بيروح المدرسة وبيروح بقى طبعا يعني بيشوف بقى المشكلة إيه حتى لو ابن غلط في المدرسة ملهوش الحق اللي هو يضربه ولا ابنه يمد إيده عليه بس أنا حبيت أحكي لكم المشكلة إن أنا طبعا عاوز أقول لكم في دوامة من الصبح فمعرفتش إن أنا أعمل أي حاجة طبعا وفيديو بتاعي متأخر لخصت لكم بس الموضوع كده في 3 دقايق وإن شاء الله كده هبقى طمينكم برضو في الأيام اللي جاي انتوا عارفين يا جماعة إن أنا بحاول بقدر الإمكان والله العظيم إن أنا نزل لكم فيديوهات كل يوم بس طبعا يعني إذا أبن نزل فيديوهات وكلنا مع بعض في الصراء والضراء فأنا برضو بحاول بقدر الإمكان إن أنا برضو أشارككم في حياتي التانية يعني مش بس الطيور وموضوع الطيور وبس تمام تعالوا ندخل في الموضوع بتاعنا النهاردة طبعا أنتوا شايفين هنا البط طبعا بصوا عاوز أقول لكم حاجة البطة لما بتبدأ إن هي ترقض على البيض ويطلع البيض كده بالوضع اللي أنتوا شايفينه عاوز أقول لكم إن ده كان معاد فأس يعني البطة النهاردة كده بقالها 33 يوم والبطة فأسة ومنقرها طالع وزي ما أنتوا شايفين أنا بفتح البيضة علشان خاطر المنقر بتاع البطة طالع المفرد منقر طالع يعني خلاص الصفار مكتمل وكل حاجة مكتملة طبعا زي ما أنتوا شفتوا اتلاقيت الوضع اللي أنتوا شايفينه ده هو إيه الصفار لسا مكتملش وطبعا عاوز أقول لكم كمان يعني الموضوع ده اتلاقيت كذا حد بيتكلمني فيه بيقول البطة فأست وطلعت البط بس الصفار بتاعه ما اكتملش لحد وقتنا هذا الصفار ما اكتملش إزاي إن الصفار ما اكتملش وإزاي إن هي عادت معاد الفأس بتاعها عاوز أقول لكم ده يا جماعة السورمانيلا تمام فاللي عنده الموضع دي أو البطة بتاع البطة عنده بيكتم قبل مثلا الفأس بأسبوع أو قبلها مثلا بأيام بيجي يبص تلاقي البط معادش فيه نقر معادش فيه حركة الجنين معادش بتحرك في البيض فعلى طول تعرفي إن دي سورمانيلا لازم البطة لازم ياخد جرعة طيب الجرعة دي هلنا البطة ياخدها وهو لسه يعني البطة بالبيض ينفع إننا تديها لا ما ينفعش خالص الجرعة دي بتتاخد قبل الموسم بتاع البيض قبلها مثلا بشهرين ثلاثة أو بثلاث شهور على الأقل علشان تبقيت الجرعة كل شهر لمدة ثلاث شهور متواصلين قبل الموسم بتاع البيض يبقى أنت كده حصنت البطة بتاعتك قبل الموسم بتاعها تمام قبل ما ببيض خلاص بعد كده بتلاقي البطة بدأت إن هي ببيض معاك وبدأ الإنتاج يطلع لك ما شاء الله كويس ما فيش في أي حاجة خلاص هنا طبعا كان بداية البشيرة هيا ما شاء الله اللهم بارك عاوز أقول لكم إن أنا ما طلع لش بطة أصفر من ده بقى لي زمين جدا يعني الحمد لله كان كل البطة اللي بيطلع لها بصراحة كان بيموت كان فيه بطتين تلعين قبل ديت عاوز أقول لكم ما كانش ليه نصف فيهم يعني الحمد لله قدر الله ما شاء فعل إحنا بنحمد ربنا على كل حاجة الحمد لله طبعا سألتوني كتير جدا هل إحنا لما بنحط البطة بتاع البطة أو إن إحنا بنجي نرقد البطة بتاعتنا البطة بتصيب البطة وبتقوم أول حاجة ممكن يكون تحتها حشرات ممكن يكون المكان اللي هي قاعدة فيه مهوش مناسب لها مهاش عارفة ترتاح في المكان ده أو في معاها طيور تانية موجودة في نفس المكان عاوز أقول لكم إن البطة اللي كانت ردى ده جماعة كان معاها تقريبا تلاتين فرخة بلدي ما شاء الله اللهم بارك وكان معاها تقريبا ما يقلش عن عشرين بطة بس سبحان الله فيه بطة كده بتلاقيه ما شاء الله اللهم بارك بدأ إن هو يقعد ويرقود في أماكن ممكن يكون فيها زحمة كتير بس بيرقود وبيكنه وكل حاجة فيه بطة تانية لأ ممكن مع الدوشة دي ممكن تتلاقيه تتلاقي البطة خرجت تتلاقي البطة ثابت البدو قامت والكلام ده تمام أنا هنا زي ما انتم شايفين طبعا انتم سألتوني قبل كده احنا بنرش البدرة امتى هل البدرة ديت احنا بنرشها في الأول أو في الآخر عاوز أقول لكم لو انت حابة إن انت ترشيها قبل ما البطة ترقد مفيش أي مشكلة ممكن قبل مثلا البطة ناكات تريش خلاص ممكن في الوقت اللي البطة مثلا أول يوم هي بدأت إنها ترقد فيه ممكن إن انت تشيلي الرأد بتاعها وتشيلي البيض بس طبعا كل الكلام ده بحزر وبصوا يعني بالروحة جدا وتبدأ ترشي طبعا المكان كويس جدا وبعد كده بتبدأ إن انت ترسي البطة بتاع البطة تاني وترسي كل حاجة تاني مكانها خلاص بس أهم حاجة إن انت بتحطي الرأد بتاعة البطة على الأش كده زي ما تشوفين شايفين هنا طبعا فيه هنا هوات سوس أهوت طبعا الحاجات ده يا جماعة لأنا بتكلم فيها أنا كنت لو أنت شفت الأرضية كنت تلقتها بيضة فأنا كنت رشة قبل كده كنت رشة جير مطفي تمام فطبعا الجير المطفي كل مرة بيبرد يعني كل فترة بيبرد يعني مش ترشي مرة والموضوع خلص لا يعني برشي مرتين مرة في أول الرأد والمرة التانية قبل ما البطة خلاص يعني بطي بينقل معايا بقوم رشة كده من تحت وببدأ إن أنا زي ما تشوفين كده أغطي خالص البدرة اللي أنا رشتها وبعد كده ببدأ إن أنا أروس البد تاني في نفس الأماكن تمام بس حاولي بقدر الإمكان خلي لو في مثلا البطة عندك نائر في أي موضوع في حركة في قلب البطة في البيضة ذات نفسها حاولي إن أنت تحطي النقرة بتاعة البطة الفوق بلاش تكتميها لتحت علشان ما تكتميهاش ترجع إن أنت تكتميه البيضة فخلي تاقي دايما النقرة بتاعة البطة أو المكان اللي البطة بتكسر منه خليه من فوق بلاش تحطيه من تحت علشان ما يكتمشي تمام كده طيب بالنسبة لإن إحنا مثلا لو إحنا عايزين نرقط بط والبط مناش عارفين إن إحنا نرقاده إزاي أو إن إحنا نتعامل معه إزاي أول حاجة إن أنت بتحضري مكان لو البطة بتبدأ عندك في أي مكان حاول إن أنت تجيب السبت حط فيه حبة أش وحطي جنبه كده طبطين كده من بعد أول ربع من السبت علشان بس تحجمي إيه المكان للبطة عتطلع طبط فيه تمام زي ما أنا عاملة كده شايفين ربع القفص من قدام كده حط فيه طبطين بحيث البيض ما يجريش في القفص كله خلاص كده بعد كده بتبدأ إن أنت تغطي على القفص ده بخشبة كبيرة كده بحيث البطة لما تطلع طبط تكون مدارية تمام تمام بعد كده بتلاقي البطة ما شاء الله بدأ